وحد طلع التالت ولا الرابع على العالم في لعبة كلها التحم وضرب وتحمل وقوة كان هيبقى ايه يعني؟ الاسمرات يا سادة هي نموذج نموذج لايه؟ حد هيجي يقول لي هي نموذج للمشروعات اللي موجودة من البحر المتوسط وحتى حدود مصر مع السودان نموذج للمشروعات اللي موجودة من حدودنا مع ليبيا وحتى ساحل البحر الأحمر ونهاية حدودنا ما بين سيناء وفلسطين هقولك لا هي مش بس كده هي نموذج صحيح في الحكاية دي نموذج جميل وموجود زيه عشرات النماذج دلوقتي في عموم الجمهورية ولسه بالنسبة لواحد زيه حالاتي حالاتي يعني اقولك اه احنا الناس اللي هو الاشتراكيين اليساريين سميها زي ما تسميها مش قصتي دلوقتي مرجعيتنا الفكرية ايه لكن الناس الزيه حالاتي نسميها ايه بقى يقولك الانحياز الاجتماعي للطبقات المهمشة طب ده كلام المكعبر عمليا هي ازاي الدولة انحازت لأهلينا اللي كان ما بين قصين يوصفهم ابن البلد ضاربهم السلك الدولة انحازت للناس الغلابة للناس اللي ما كانش حد بينحازلهم للناس اللي كانت المجتمع بيتعامل معاهم والدولة زمان بتتعامل معاهم بوصفهم اما مجرم او مجرم مجرم مستقبلي كده يعني ده جاي مجرم زغنان هيكبر يبقى مجرم كبير والدولة والمجتمع كانوا يتعاملوا معاهم باعتبارهم آفات للأسف الكل مسؤول عن ده بالمناسبة الكل مسؤول في السبع سنين اللي فاتوا دول الدولة ما تعاملتش كده خالص خالص ومش بس كده قدرت انها تعمل بلورة للفكر الجمعي المصري انه الناس دي لا هي مجرمين ولا هي مشروع مجرمين ولا هم آفات ولا حاجة دول أهلينا بس الحظ ما ابتسم لهمش فالدولة ابتسمت والمجتمع بدأ يابتسم وبالتالي حصل ايه الدولة ساعدتهم عشان يقفوا على رجليهم لانه ده حقهم بالمناسبة وده حقهم على الدولة وعلى المجتمع مش بس كده ده كمان لما يتعمل البلورة دي للفكرة فتلاقي ان المجتمع يصبح نسيج واحد مش مجرد نسيج مقسوم طبقيا بفجوات كبيرة الأغنية جدا اللي عندهم فلوس تخد ما نعرفش نعدها ولو عندنا الأحجم من الفلوس دي مش هنعرف نصرفها في ايه أولا ويبقى في فجوة كبيرة ما بين الطبقات دي والطبقات المتوسطة والطبقات المتوسطة نفسها متقطعة ومتكسرة لسبعة وتمانية وتسع طبقات كمان بجد مش هزار ده غير الطبقات الفقيرة والفقيرة المطقعة إلخ 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 الدولة بقى بتعمل ايه؟ بقى تقعد عمالة بتاخد طبقات الناس أهلينة اللي على قد الحال وتطلع بيها الفوق تزق عشان ما يبقاش في فقر علشان ما يبقاش في فقر عشان مفهوم الفقر ينتهي من مصر مصطلح الفقر ينتهي من مصر نبقى حاجة كنزان نرويج ما عندناش حاجة اسمها باورتي ما فيش حاجة اسمها فقر ما فيش حاجة اسمها فاقة